اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد بعنوان عمليات الايض في الخلية من دروس الصف الثالث الاعدادي الجزء الثاني اهدافنا لهذا اليوم هي كالتالي عليك عزيزي الطالب ان توضح كيف تقوم عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي بتخزين الطاقة واطلاقها عليك ايضا ان تصف كيف تحصل الخلايا على الطاقة في عملية التخمر لابد لك عزيزي الطالب ان تستذكر معلومتك السابقة وان تكون قادرا على تصنيف المخلوقات الحية تبعا لطريقة حصولها على غذائها وهي كالتالي كما هو موضح لدينا في الصورة التي ابامنا فالمخلوقات الحية تصنف الى منتجات وهي التي تقوم بصنع غذائها بنفسها المستهلكات وهي التي تعتمد في غذائها على المنتجات وكذلك المحللات ترى ما المقصود بعمليات الايض في الخلية المقصود بعمليات الايض في الخلية هي جميع التفاعلات الكيميائية التي تتم من خلال عمليتي البناء وهو بمصطلح علم البناء الضوئي وعملية أخرى وهي الهد بمصطلح علم التنفس الخلوي إذن عمليتا الايض تتضمن لنا كل من البناء والهد نتكلم الآن عن مفهوم البناء الضوئي فما هو مفهوم البناء الضوئي؟ البناء الضوئي هو إحدى عمليات الايض التي تقوم بها المنتجات كما ذكرنا سابقا ويتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية هذا هو مفهوم البناء الضوئي هي إحدى عمليات الايض التي تقوم بها المنتجات ويتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية لنتكلم الآن عن كيفية تصنيع الكاربوهيدرات داخل النبات أولا نحن نعلم من خلال دروس سابقة بأن النباتات تحتوي على مادة يطلق عليها لكلوروفيل وهي المادة الخضراء الموجودة داخل النبات فماذا تقوم بمادة لكلوروفيل في النبات ما هي وظيفتها مادة لكلوروفيل تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية كما تقوم باستعمال تلك الطاقة الضوئية التي قامت بامتصاصها لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكر نلاحظ هنا في المعادلة الكيميائية توضيح ما تطرقنا له تستعمل النبات يستعمل الطاقة الضوئية لتحويل ثاني أكسيد الكربون والذي يوجد في الهواء الجوي وست جزيئات من الماء بالاستفادة من الطاقة الضوئية لتنتج لنا نواتج من تلك العملية وهي كالتالي سكر وهو غذاء الذي قام النبات بتصنيعه ويتصاعد غاز الأكسجين والذي نستفيد منه في التنفس في عملية التنفس إذن الطاقة الضوئية التي استفادت منها النباتات تم تخزينها في صورة أخرى داخل النبات هي الصورة طاقة كيميائية إذن الطاقة الضوئية هنا تختزم في النبات إلى طاقة كيميائية وهي موجودة في السكر تخزين الكربوهيدرات طبعا النباتات تصنع كمية كبيرة من السكر قد يكون أكثر من حاجتها ترى يخزن في صورة ماذا؟ يخزن السكر الزائد على هيئة نشا أو مواد كربوهيدراتية أخرى يمكن الاستفادة منه للنمو والاستمرار في الحياة والتكاثر إذن الكربوهيدرات الزائد يخزن على هيئة نشا ومواد كربوهيدراتية الآن سنتكلم عن مفهوم آخر وهو مفهوم الهدم كما سبق قلنا بأن عمليات الأيض تكون هدم أو بناء انتهينا الآن من البناء والبناء يحدث في النباتات بينما الآن نتكلم عن مفهوم آخر وهو الهدم ترى الرياضيون من أين يحصلون على الطاقة اللازمة للقيام بنشاطاتهم؟ ما نوع الطاقة المختزنة في الغذاء؟ طبعا نوع الطاقة المختزنة في الغذاء هي طاقة كيميائية تلك الطاقة الكيميائية تتحول إلى طاقة أخرى يستخدمها الرياضي أو الإنسان بشكل عام في كافة أنشطته وهي طاقة حركية لذلك الطاقة التي يحصل عليها الرياضيون ما هي إلا طاقة مختزنة في الغذاء نوعها طاقة كيميائية وتحولت إلى طاقة حركية لابد لنا الآن أن نتعرف عن دور الأنزيمات في عمليات الأيض فما دور الأنزيمات في عمليات الأيض؟ كما نلاحظ من خلال هذه الصورة أنها تتكون من أنزيم وجزيء كبير يقصد هنا بالجزيء الكبير هو الطعام الذي يأكله الإنسان فما دور الأنزيم في عمليات الأيض؟ أولا ستلتصق الأنزيمات بالجزيئات الكبيرة وتساعد الأنزيمات على تغيير شكل هذا الجزيء لينتج لنا جزيئات أصغر حيث تعمل الأنزيمات هنا على تكسير الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة كما نلاحظ في هذا الشكل ونلاحظ هنا شيئا مهم بأن الأنزيم لا يتغير هنا سأعطيكم مثال في الحياة العامة وذلك من خلال مفك العلب مفك العلب عمله يشبه عمل هذا الأنزيم فنحن في مفك العلب عندما نفك أي علبة العلبة ستنفتح وإنما المفك يبقى كما هو أي لا يتغير شكله مثله مثل الأنزيم فالأنزيم يقوم بتكسير جزيئات الطعام إلى جزيئات صغيرة بينما الأنزيم يخرج كما هو لا يتغير نتكلم الآن عن مفهوم التنفس الخلوي وهو عملية من عمليات الأيض انتهينا من البناء والآن سننتقل إلى الهد في مفهوم التنفس الخلوي فما المقصود بالتنفس الخلوي؟ التنفس الخلوي يحدث خلاله سلسلة من التفاعلات الكيميائية حيث تحلل فيها جزيئات الغذاء المعقدة بوجود الأكسجين مهم هنا في التنفس الخلوي وجود الأكسجين ليتحلل الغذاء إلى جزيئات بسيطة فتتحرر الطاقة إذن ناتج عملية التنفس الخلوي طاقة نستفيد منها في حياتنا وفي عملياتنا الحيوية فجزيئات الغذاء المعقدة هنا بوجود الأكسجين وبمساعدة الأنزيمات كما قلنا سابقا تتحرر لنا طاقة مختزنة في الغذاء التنفس الخلوي هو نوعا قد يكون تنفس خلوي في وجود الأكسجين وقد يكون تنفس لا هواء وذلك لقلة وعدم وجود الأكسجين وتسمى العملية في ذلك بالتخضر بعد مشاركتك في لعبة كرة القدم أو الكرة الطائرة تشعر باحترار في جسمك أو تلاحظ أنك تتنفس بسرعة ترى لماذا؟ لكي نجيب على هذا السؤال سوف نشرح مخططا بسيط يوضح شعورك أولا تستحلك خلايا العضلات كمية كبيرة من الطاقة والتي حصلت عليها من تحليل الغذاء باستخدام طبعا الأنزيمات تلك الطاقة التي نتجت سنستخدمها في الحركة وجزء منها يتحول إلى طاقة حرارية وهو ما نشعر به بعد أداء الأنشطة الرياضية في أثناء عملية تحليل الغذاء معظم خلايا الجسم تحتاج إلى الأكسجين لذا نلاحظ بأننا نتنفس بسرعة وذلك لإيصال كميات مناسبة من الأكسجين إلى الخلايا وهل شعرت يوما بألم شديد في عضلاتك بعد القيام بالتمارين الرياضية ترى ما السبب في ذلك لنلاحظ خلال الجري السريع يتسارع تنفسك لكن لا تصل كميات كبيرة وكافية من الأكسجين إلى الخلايا العضلية لذلك تلجأ الخلايا العضلية هنا إلى عملية جديدة يطلق عليها بالتخمر هذه العملية هي سبب الألم الذي يحدث لنا عندما نقوم بأداء التمارين الرياضية سنتكلم الآن عن مفهوم التنفس اللاهوائي ويقصد بالتنفس اللاهوائي هنا التخمر حيث يحدث التخمر في سايتوبلازم الخلية حيث يتحل الجزي الجليكوز إلى جزيئين بسيطين وتنطلق طاقة طبعا الجزيئات التي تحللت هنا لا تذهب إلى المايتوكنديريا وذلك بسبب نقص نسبة الأكسجين إذن ستحدث مزيد من التفاعلات فقط داخل السايتوبلازم تحل الجليكوز سيكون فقط في سايتوبلازم الخلية وينتج لنا طاقة هنا جدا قليلة إضافة إلى حمض اللكتيك في الخلية العضلية وهو ما يسبب لنا الألم وينتج أيضا كحول وغاز ثاني أكسيد الكربون ولكن في الخميرة إذن النواتج تعتمد لنا على نوع الخلية ففي العضلات يتكون حمض اللكتيك أما بالنسبة إلى الخميرة يكون نواتج عملية التنفس اللاهوائي الكحول وغاز ثاني أكسيد الكربون سنتكلم الآن عن بعض المخلوقات الدقيقة كالبكتيريا فهي أيضا تقوم بعملية التخمر حيث ينتج خلالها أيضا حمض اللكتيك كما في العضلات يمكن الاستفادة من ذلك في تصنيع الزبادي وبعض أنواع الجب وذلك بسبب حمض اللكتيك بأنه يقوم بتخثر الحليب ويعطي لنا نكهة مميزة هل استعملت الخميرة يوما ما في عمل الخبز؟ تعود الخميرة من المخلوقات الحية وحيدة الخلية حيث تستخدم عملية التخمر وذلك لتحليل السكر لتنتج لنا الكحول وثاني أكسيد الكربون معلومة جدا مهمة تبيدنا بأن ثاني أكسيد الكربون يسبب لنا انتفاخ العجينة نواتج عملية التخمر هو الذي يسبب لنا انتفاخ العجينة قبل العجل بينما الكحول يتطاير أثناء عملية الخبز سنلخص الآن العلاقات المتبادلة بين مفهومي البناء الضوئي والتنفس ففي البناء الضوئي يحتاج النبات إلى الطاقة الضوئية والكلوروفيل في وجود ثاني أكسيد الكربون والماء لينتج لنا سكر الجلوكوز ويتصاعد لنا غاز الأكسجين أما في التنفس الخلوي فيتم الاستفادة من هذا السكر في الغداء بوجود الأكسجين في عملية التنفس الخلوي لينتج لنا عملية عكس طبعا البناء الضوئي ثاني أكسيد الكربون وما وطاقة نستفيد منها في عملياتنا الحيوية سنذكر الآن العلاقة المتبادلة بين عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي من خلال جدول نقارن فيه بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي من حيث الكائنات التي تقوم به ففي البناء الضوئي تقوم به الكائنات المنتجة بينما التنفس الخلوي تقوم به كل من الكائنات المنتجة والمستحلكة الغرض من البناء الضوئي تصنيع الغذاء بينما التنفس الخلوي يتم فيه تحرير الطاقة المختزنة في الغذاء مكان حدوث البناء الضوئي في البلاستيدات الخضراء بينما التنفس الخلوي في السايتو بلازم والميتو كنديريا المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة نوعها طاقة ضوئية بينما التنفس الخلوي المواد الداخلة السكر والأكسجين نواتج عملية البناء الضوئي السكر والأكسجين بينما التنفس الخلوي ثاني أكسيد الكربون والماء وتنطلق طاقة أعزائي طلبة شكرا على حسن استماعكم نلقاكم في درس آخر حيث المتعة والفائدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر